مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ومن ولاه ثم أما بعد عزيزي طلاب الصف الحادي عشر أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مع مراجعة مجال القرآن الكريم ومجال الحديث الشريف لنهاية الفصل الدراسي الثاني نبدأ مع الأسئلة الموضوعية والقرآن الكريم الجار الجنوب هو الجار أحسنت هو الجار الذي لا قرابة بينك وبينك ثانياً قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله تعالى من فضله ذكر الله تعالى الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله في معرض ذنب البخل وأهله لأنهم أحسنت جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم ثالثاً جزاء من أنفق ماله سمعة ورياء أحسنت آثم عاص لربه مستوجب لعقوبة الله تعالى خامس للجار القريب حق أحسنت القرابة وحق الجوار سادساً المقصود بأولي الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سادساً العلماء والأمراء سابعاً الأمانة في الإسلام تشمل أحسنت حقوق الله وحقوق العباد سامناً طاعة العلماء والأمراء واجبة يقيدها أحسنت طاعة الله تعالى ورسوله تاسعاً قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول معنى كلمة تنازعتم الواردة في الآية الكريمة أحسنت اختلفتم عاشراً قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة الله تعالى ورسوله أحسنت مطلقة الحديث النبوي الشريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت ورجل قلبه معلق في المساجد المراد بالتعلق بالمساجد أحسنت شدة الحب لها وملازمة الجماعة فيها ثانياً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق عظيم من أخلاق المسلمين هو أحسنت العفة ثالثاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأقفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرط من شروط قبول الأعمال عند الله تعالى هو أحسنت الإخلاص والبعد عن الرياء رابعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل كم تقديم الإمام العادل بالذكر في الحديث أحسنت لعمو من نفع به خامساً أسلم وهاجر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سابعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من سلك طريق العلم وصل إلى الجنة من أقصر الطرق وأسهلها تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده ذلك جزاء أحسنت من اجتمعوا في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم عاشراً قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون العبارة من الحديث الشريف التي تتفق مع معنى الآية الكريمة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الإجابة دال ناتي إلى الأسئلة المقالية القرآن الكريم تأمل الآية قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ثم أجر عما يأتي أولا وضح معاني المفردات الآتية اليتامى وهو من توفي عنه والده وهو صغير دون البلوغ هو المسافر المنقطع عن أهله وبلده وماله مختالا فخورا أي متكبرا كثيرا التعاظم والتعالي الصاحب بالجنب هو الرفيق الذي لا يفارق ثانيا استنبطوا الوصايا الإلهية الواردة في الآية الكريمة أحسنتم عبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى والإحسان إلى المساكين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الصاحب الذي لا يفارق والإحسان إلى بن السبيل في طوء دراستك للآية الكريمة وضح صورتين من صور الإحسان لكل من الأصناف الآتية أحسنتم الأقارب الإحسان بالقول والفعل وأن لا يقطع رحمة الأحسان بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم والمساكين بسد حاجتهم ودفع فاقتهم والجار من غير الأقارب بتعاهده بالهدية والصدقة واللطف وعدم إيذائه بقول أو فعل رابعا وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سنتم لأن الاختيال والتكبر الناتجان عن الكبر من أكبر موانع الغيام بحقوق الله تعالى فأما للآية القرآنية الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عدد الصفات التي تمها الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة أحسنتم البخل وأمر الناس بالبخل وكتمان فضل الله تعالى من العلم والمال ثانيا ما السبب في البخل والرياء وكتمان نعمة الله تعالى وفضله أحسنتم عدم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر واتباع الشيطان وصحبته ثالث عدد الله تعالى عدد الله تعالى الذين يكتمون العلم من أصحاب الصفات الذميمة في معرض الحديث عن البخل لأنهم جمعوا بذلك بين البخل بالعلم والبخل بالمال وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم رافعا في بخل غيرهم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليهم ومح معنى قوله تعالى رئاء الناس ستم ليراهم الناس وإثنوا عليهم ما حكم من أنفق ماله سمعة ورياء أحسنت آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة اختتمت الآية الكريمة بقوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا لأن سبب الرياء هو اتباع خطوات الشيطان التي يغوي بها أتباعه وقرناءه رابعا بما وعظ الله تعالى المرائين كما ورد في الآية الكريمة ما يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا في سبيل الله مخلصين قاصدين الرضا والأجر الجزيل فالله عليم بحالهم وسيجازي كلا بعمله تأمل الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وضح معنى قوله تعالى مثقال ذرة حسنة وزن ذرة أي أقل الأشياء الموزنة ثانيا ما المعيار الذي يعامل الله تعالى به عبادة حسنتم لا ينقص من الحسنات ولو مقدار ذرة بل يعاملنا بالفضل قبل العدل ويضاعف الحسنات فضلا منه وتكرما ثالثا استنبط من الآية الكريمة صفتين من صفات الله عز وجل مع تحديد النص الدال من الآية الكريمة أولا العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ثانيا الكرم والجود وإن تك حسنتي يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما تأمل الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعب إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بين معاني المفردات الآتية نعم ما يعظكم به نعم الذي يذكركم به وأولي الأمر أي العلماء والأمراء تنازعتم اختلفتم وأحسن تأويلا أفضل عاقبة ومصيرة أحسنت اجتملت الآية الكريمة على أمرين اثنين اذكرهما أداء الأمانة والحكم بالعدل ثالثا مفهوم الأمانة في الإسلام شامل وواسع يتضمن عدة أنواع اذكر اثنين منها الأمانة في حقوق الله تعالى وتشمل جميع التكاليف الشرعية كالصلاة والأمانة في أداء حقوق العباد وتشمل الأمانة في الأموال والحواس والمجالس السؤال الرابع أمرنا الله تعالى بالعدل في الحكم بين الناس علل ذلك لأن العدل أساس الحكم وأساس الأمان والاستقرار وتحقيق المصالح التي تعود بالنفع والرخى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إلى ما يشير النداء النداء بيا أيها الذين آمنوا أحسنت نداء يفيد تنبيه المنادى إلى أمر عظيم يجدر به أن يكون على وعي به وفيه تذكير لهم بالعهد الذي عاهدوا الله ليقبلوا على ما يأمرهم به ثانيا بما يأمرنا الله تعالى في الآية الكريمة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وطاعة أولي الأمر وبرد الخلاف لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فسر الآية الكريمة مبينا منهج الأسلام في حل الخلافات يأمرنا الله تبارك وتعالى بإحالة الخلافات إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن فيها الحكم الفصل لما اختلف عليه والأصلح لأمور ديننا ودنيانا الحديث الشريف أكمل كتابة الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا ثانيا ترجم لراوي الحديث الشريف من حيث اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني روايته للحديث رائع من أكبر الصحابة رواية للحديث بسبب ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه له إذن هو من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية للحديث فطله ومناقبه كان يصوم الاثنين والخميس ويقوم ثلثا الليل أما وفاته فقد توفي رحمه الله في السنة التاسع والخمسين من الهجرة ودفن في البقع ثالثا وطح معاني المفردات والتراكيب الآتية دعته أي طلبته إلى ارتكاب الفاحشة ففاضت عيناه أي سالت دموعه خشية من الله تعالى رابعا ما القاسم المشترك بين الأصناف السبعة من المؤمنين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أحسن القاسم المشترك بينهم هو الخوف من الله تعالى وإخطاص العبادة له خامسا علل استحق الإمام العادل أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة أحسن لأنه حكم بين الناس بالعدل وحفظ مصالحهم وجنبهم المخاطر ووفر لهم الحماية والأمن والأمان سادسا لفظ الإمام العادل لا يقتصر على الحاكم فقط وضح ذلك يلتحق به كل من ولي من أمر المسلمين شيئا فعدل بينهم سابعا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله أي من سلك منهج الله في شبابه وجاهد نفسه وصرف شبابه في طاعة الله ثامنا علل استحق الشاب الصالح ظل الله تعالى يوم القيامة لأنه صرف شبابه في طاعة الله تعالى وتميز عن أقرانه ممن أضاعوا شبابهم في المعصية تاسعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرحلة الشباب لأهميتها وضح أهمية هذه المرحلة من عمر الإنسان حسنتم تظهر فيها القوة وتظهر فيها العزيمة وتمتلئ بالحيوية والنشاط عاشرا اذكر ثلاثة أمور تعين الشباب على الاستقامة طلب العلم والانشغال به اغتنام الوقت في كل مفيد مصاحبة الصالحين الدعاء واللجوء إلى الله تعالى رقم أحد عشر ذكر اذكر اثنتين من الآثار الحميد للطاعة احسنت راحة القلب وسعة الرزق ثاني عشر وضح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها ولا يعني ذلك طبعا دوام القعود فيها السؤال الثالث عشر عدد مظاهر التعلق بالمساجد احسنتم أداء الصلوات داخلها في أوقاتها استشعار عظمة الله تعالى فيها التقرب إلى الله بالدعاء فيها طلبا للعفو والمغفر السؤال الرابع عشر العفة خلق عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف فما المقصود بالعفة أحسنت صون النفس عن الفواحش السؤال خامس عشر المسلم يصون نفسه عن ارتكاب الفواحش رغم توفر الأسباب أحسنت خوفا من الله تعالى وانتصارا على الشهوات السؤال السادس عشر استنبط من النصوص القرآنية الآتية الأسباب المعينة على العفة أحسنت قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون السبب المعين على العفة استشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلم قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله الحشمة والحجاب والبعد عن التبرج وأداء الفراغ قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون نطب البصر وحفظ النفس عن ارتكاب المعاصي سنة السؤال السابع عشر الأفضل في إخفاء الصدقة أو إظهارها يختلف باختلاف نوع الصدقة وضح ذلك صدقة التطوع الأفضل أن تكون في السر أما الزكاة الواجبة فالأفضل أن تكون في العلم السؤال الثامن عشر ما دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه المبالغة في الإخفاء والاستثار بالصدقة السؤال التاسع عشر أكمل كتابة الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما في الدنيا والآخرة ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدخلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه احدى وعشرون بي معاني مفردات الآتي نفس أي أزال وفرج كربة مشقة وشدة معسر مستدين لا يقدر على السداد وغشيتهم الرحمة أي أضلتهم الرحمة السؤال الثاني والعشرون أذكر ثلاثة من صور تفريج الشدائد وإزالة الهموم أحسنت إعطاء المال للمحتاج أو الدعم النفسي أو تيسير المعاملات أو تيسير الزواج السؤال الثالث والعشرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة مساعدة الناس والتجاوز عن المعسرين منهم واضح بما يتحقق ذلك إما بالعفو عن ديونهم أو بالتجاوز عن شيء منها أو بإمهال أصحابها فترة زمنية إضافية لسداد ما عليهم من حقوق وديون السؤال الثاني والعشرون بيّن حق المسلم على أخيه المسلم إذا أذنب أو أخطأ أن ينصحه ويعينه على ترك المنكر والتوبة من الذنب ولا يفضحه بين الناس السؤال الخامس والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه واضح كيف طبق الصحابة رضوان الله عليهم هذه القيمة الجديدة لم يصروا الإحسان في العبادة والزهد بل جعلوا إعانة الناس خير من كثير من العبادات السؤال الثالث والعشرون أذكر فضائل الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته في بيوت الله صفاء القلب رحمة الله لأهل المجلس نزول الملائكة محبة وتعظيم ثناء الله تعالى عليهم السؤال الثابع والعشرون استمت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ميزان التفاضل عند الله تعالى أحسنت هو التقوى والعمل الصالح انتهت بذلك أسئلة المراجعة أحباء الطلاب أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التقفيق والسداد ونلتقي في الجزء الثاني من مراجعة نهاية الفصل الدراسي الثاني الأول إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر